اشتركوا في القناة ويلا بينا نشوف حلقة النهاردة في الأحداث اللي فاتت كان فارس ومصطفى وقفين جنب أمهم اتغير الوضع وفارس وأهله وظروفهم اتغيرت بقى معهم فلوس أحسن من الأول بسبب شغل فارس ومصطفى في الورشة مع عم حسن الميكانيكي الراجل المحترم اللي بيعتبرهم زي أولاده واللي كان سندهم ووقف جنبهم وكمان شغل أمهم وزينب في الحلويات اللي الناس كانت بتطلبها على طول وماكنت الخياطة شغلها كمان بقى كويس جدا والكل بيحب أم فارس وشغلها وحلوياتها عدت الأيام وفارس قدم ورقه في المدرسة السنوي وكلها أسابيع وياخد دروس ويبتدي في الجد طبعا واللي هيحدد مصيره لأن مرحلة السنوي من أهم مراحل التعليم وأصعب مرحلة وللأسف فيها عيال كتير بتخسر حياتها بسبب المرحلة دي بس ده بيبقى تحدي لنفسك قبل الناس فلو نجحت هتعدي كل المراحل بسلام وربنا يوفق الجميع فارس بدأ دروسه واتفق مع المدرسين اللي هياخد عندهم دروس خصوصية زي ما كل اللي في السنة وبيروحوا لكن المصيبة إن مؤمن كمان كان بياخد عند نفس المدرسين أول ما مؤمن دخل الحصة شاف فارس واتغز قوي بس ما عرفش يتكلم علشان الأستاذ لكنه فضل يبص الفارس بصت حقده وغل ونفس الحكاية فارس قعد يبص له بكره والمدرس أخد باله بس ما رضيش يتكلم لحد بعد الحصة وبدأ يشرح الدرس وفارس ما شاء الله عليه كان نبيه وشاطر كعته وبقى يجهب مع المدرس على طول على عكس مؤمن اللي مش فهم أي حاجة خالص بس كان متغز من فارس وشكر المدرسين فيه وبعد ما الدرس خلص نده الأستاذ على فارس رد عليه فارس بكل أدب وقال له نعم يا مستر خالد أنا حاسس إن في حاجة بينك وبين مؤمن أنت تعرفوا بعض رد عليه فارس وقال له للأسف يبقى ابن عمي بس في مشاكل بيننا وبين بعض وزي ما تقولك ده عدوة جديمة المستر يتفاجئ بالكلام وقال له طب ممكن تفهمني فارس وقتها طلع كل لجواه وحكى للمستر على كل حاجة بالتفصيل المستر قال له شوف يا فارس يا حبيبي أنت باين عليك شاطر جدا وربنا مش هيضيع لك تعبك وهيوفجك وهيحجج لك حلمك كمان وهتاخد حجك بس ركز في مذاكرتك وما تخليش تفكيرك كله في الانتقام ويعطى لك عن حلمك أنت عارف إنك ممكن تنتجم من عمامك بإنك تذاكر وتنجح وتبقى حاجة كبيرة جوي وقتها ممكن تاخد حجك بس بالعجل ابتسم فارس وشكر المستر على نصحته وروح وهو فرحون راح على الورشة وأول ما وصل جري عليه مصطفى وقال له ها ضمني عملتيه في أول حصة ليك مصطفى مش مجرد أخ الفارس ده صاحبه اللي بيقعد يحكيله على كل حاجة فارس ابتسم لأخوه قال له الحمد لله المنهج مش صعب زي ما كنت فاكر رد عليه مصطفى وقال له طيب كويس بالتوفيق إن شاء الله يبه الفارس قال له فارس طيب هنروح نلبس هدوم الشغل ونجي نساعدك مصطفى قال له لا خليك كامل مذاكرة وأنا هنكمل مكانك فارس بصله وقال له انت هتعمل فيها معلم ولا إيه دحك مصطفى وقال له أيوة معلم وحسن منيك كمان واللسطة حسن يشكر فيه أكتر منيك سمعهم واللسطة حسن وقعد يضحك عليهم فارس قال له يرديك كده يا عم حسن الود يقول لك ده عم حسن رحلهم وقال له إن جيت للحج يا فارس هو عندي حج ما شاء الله عليه اتعلم بسرعة ده هو يبقى المعلم لما نكونش جاعد فارس عمل نفسه زعلان بقى كده يا عم حسن رد عليه القسطة حسن وقال له أيوة كده أو يلا روح على البيت شوفوا مذاكرتك زي مجلك اللسطة مصطفى يلا جوم مصطفى قعد يضحك عليه وقال له يلا بقى ضرجنا فارس قال أنا همشي بكرام تحسن وفضلوا يضحكوا عليهم من الاتنين عند حاتم كان قعد بيكلم حسن قال له أيوة يا حسن كيفك يا ولد رد عليه حسن وقال له كويس يا حاتم باشا حاتم قال له اسمعني مليح كلم الخواجات وقل له من فيه حتة أصار حسن من اللي فاتت بكتير بس أغلى في السعر رد عليه حسن وقال له كام يا حاتم باشا رد عليه حاتم وقال له بص تبلغه من المطلوب 40 فقال له حسن مش كتير يا حاتم باشا يتهيالي الخواجات مش هيوافقوا عليه حاتم قال له مليكش صالح انت بس بلغهم وشوف ردهم ايه ورد علي في أسرع وقت قال له حسن ماشي حاتم باشا هشوفهم ورد عليك في أجرب وقت عند فارس كان قعد بيذاكر ومهتم بدروسه والمدرس فتحت وكل واحد راح على مدرسته في مدرست الأهدادي عند البنات زنب قبلت رباب بنت عمها وأول ما شافتها جريت عليها وقالت لها وحشتيني جاوي يا روبا وقبلتها رباب بنفس الحب والحنية وانت كمان وحشتيني يا زوزو سألتها زنب وقالت لها ها عملت ايه بنت في الأجازة رباب قالت لها ولا حاجة كنت قاعدة في البيت لما زهكت مع اننا عندينا فلوس كتير بس حاسة بالوحدة وماما كمان مش مهتمة غير بمؤمن وخلاص كل ما يقول لها عايز فلوس تديلة خارج اخرج عايز خد لحد ما زهكت وحاسة ان حياتي مملة تصدق نفسي نتلم ونقعد مع بعض زي كل الناس مش كل واحد فينا بعيد عالتاني زنب بصت لها وهي زعلان عليها وقالت لها ايه راييك تيجي معايا نقود مع بعض شوية احنا كده ولا كده ما عنديناش حاجة تعالي روح البيت ازاي بس يا زوزو وامك واخواتك هيقولوا ايه قالت لها زنب بحنية امي هترحب بيكي واخواتي كمان ما تخفيش ما تخفيش يا رباب امي واخواتي مش وحشين للدرجة دي تعال انت بس ولكش دعوة رباب وفد وراحوا على البيت اول ما دخلوا البيت راحت ناديت فجأة علشان رباب بنت حتم عندهم وكمان عشان بنتها جات بدري ونادت عليها وقالت زينب راحت زينب وقربت من امها وقالت لها انا عازم رباب يا ماما عشان تجد معنا ونتغدى سوا وفي نفس الوقت رباب كانت حطة وشها في الارض ومش قادرة ترفع وشها وحسن هي هتطرطها واتزعق مع زينب لكن اللي حصل غير كده ابتسمت ناديا بحنية وطيبة وقالت لها اهلا وسهلا طبعا نورتنا وشرفتنا يا بتي ده البيت بيتها الرباب اتصدمت وقالت لها انتي مش زعلان اني جيت ودخلت بيتكم بعد اللابوية عمله معاكم يا مرط عمي ردت ناديا بحنية وقالت لها انتي ملكيش زنب يا بتي في حاجة انتي زيك زي زينب ويلا بقدخل وغير هدونكم وتعالى ساعدوني في المطبخ فرحة رباب اللي مرات عمها عملته وزينب فرحة من اللي عملته امها رباب كانت طايرة من الفرحة دخلوا قضيت زينب وغيروا هدومهم ودخلوا المطبخ عند نادي يساعدوها اللي يقطع السلطة واللي يعمل الخضار لحد ما جه مصطفى وفارس من المدرسة مصطفى جهه وبعديه فارس واتصدموا لما لقوا رباب في البيت ونادي اول ما شفتهم قالت لهم تعال يا ولاد دي رباب محدش غريب مصطفى قال لها ازايك يا رباب نورتينا رباب بكسوف قالت له ابنورك يا مصطفى اما فارس ما بصلهاش وقال لها من غير نفس اهلا بيك واسابهم ودخل قطه ردت عليه رباب من غير زعل وقالت له شكرا ندهت عليهم ندية وقالت لهم يلا يا ولاد غيروا هدونكم على محط الواكل واجيبوا انا والبنات في الصالة فارس كان دخل قطه ومصطفى دخل وراه وكان متضايق جدا فارس وبيقول ايه البجاحة دي جاي لحد هنهدي ليه جاي ليه بعد اللي ابوها عملة مصطفى قال له هي زنبها ايه هي ملهاش دعوة بالله حصل فارس قال له ازاي يعني هي زيها زيه ده عايش عيشة الملوك وجاي عندين احنا ليه وازاي قال له مصطفى مش شرط في ناس عايشة عيشة الملوك بس مش سعدة خالص وفي ناس على جدها بس سعيدة ومرتاحة والحب والحنية محاوطينهم محاوطينهم من كل حتة زي عندينك ده يا فارس فارس باقتناع قال له عنديك حج والله يا ودي ابو درش يلا يلا باجع عشان نخرجه ونتغده وغيره وخرجه لأول اكل جاهز وقعده يأكله في جوه كله سعادة وبفرح وضحك وهزار رباب كانت مبسوطة جدا وسطهم كانت بتتمنى مؤمن كان يبقى معها زي كده زي مصطفى وفارس مع زينك وفجأة قامت وقالت الحمد لله نادي قالت لها هوتي كلتي حاجة يا بتي انا اول مرة اكل بالشكل ده تسلم ايدك يا مرات عمي وقال لازم امشي بسرعة عشان اتأخرت مصطفى قال لها طب استنى وصلك قال لها مش هينفع لو حد شافك هتحصل مشكلة نادي قالت لها بس لازم يوصلك هيمشي وراكل حد ما توصل لنحية بيتكم رباب قالت لها متشكرة جوي على مجابلاتكم لها وجاعدت يوسطيكم زينب بزعل قالت لها قلت جولي ده انتي هبلى يا بيتي يا رباب ده انت اختي وصحبتي والبيت بيت وتجي في اي وقت راحت رباب حضنتها جامد وقالت لها تسلميلي يا رب اتي بجد احلى اخت في الدنيا انا عندخل باجه عشان نغير هدومي ودخلت غيرت هدومها خرجت لقيت مصطفى مستنيها سلمت عليهم كلهم ومشت مع مصطفى علشان يوصلها وهم برا البيت مصطفى قال لها نورتيني النهاردة يا رباب ردت عليه رباب بكسوف وقالت انا بالله مبسوطة جوي علشان ترحيبكم بيا وعشان كنت فرحانة معاكم جوي بجد حياتكم حلوة غير عندنا مصطفى دحق وقال لها اهم حاجة الفرحة في البيت باللمة والمحبة بين الناس فرباب اللي عندها عشر سنين ما فهمتش ابن عمها اللي عنده اتنشر سنة بس سألته وقالت له عامل ايه في المدرسة صحيح زي ما بيقوله الاعدادية صعبة مصطفى قال لها لا هو صعب ولا هو سهل هي محتاجة بس تركيز ومجهود وطبعا مجهودها اكبر من الابتدائي قالت له رباب انت نفسك تدخل السنوي زي فارس اه نفسي ادخل السنوي بتشطر عشان اخش هندسة قالت له رباب ربنا يبفجك انا حست ان فارس كمان ما كانش ضيقني وانا مش زعلانة ولا حاجة انا مش عايزة نضيقكم بوجودي انا بس كنت مبسوط اجابه وسطيكم رد مصطفى وقال لها ها لا ابدا هو بس كان مخنوق شوية من الشغل رباب قالت له هو فارس هيشتغل رد عليها وقال لها اه يشتغل وانا كمان انا اشتغل في ورشة علشان نجيبه مصاريف كتبنا ولبسنا ودروسنا قالت له رباب ربنا يبفجكم ويعينكم اللهم امين يا ربي رباب سلام خلي بالك من نفسك قالت له رباب طيب مع السلام وشكرا لكم جوي واشكر امرات عمي وزابته ومشيت وهو افضل باصس عليها لحد ما اختفت من قدامه ساعة ما كانت ربابه عند نادية وولدها كان فيه حد بيرائبها ولما خرج مصطفى علشان يوصلها ما كانوش اخدين بالهم ان فيه حد شايفهم يا طرى مين اللي هيكون شاف مصطفى هو بيوصل رباب بنت عمه ويا طرى حاتم هيعمل ايه لما يعرف ان بنته كانت عند نادية وولدها ويا طرى فارس هيتغير في معاملته الرباب ولا لا كل ده هنعرفه في الحلقة الجاية ان شاء الله استنونا وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة واتفعلوا الجرس على اشارات الكل علشان يوصلكم كل جديد